اشتركوا في القناة احنا بنؤكد على هذا المشروع بنقول ان الانتاجية المتعلقة بالصوبة الزراعية تعد اضعاف من الانتاجيات اللي بيديها الفدان العادي من المحاصيل الزراعية المختلفة عشان كده هناك فرق شاسع ما بين العمل داخل الصوبة الزراعية وايضا العمل في الحقل المفتوح الصوبة الزراعية بتوفر ايضا العملية التصدرية والناحية التصدرية لانها بتعظم الاستفادة من الانتاجية المتعلقة بالمحصول فبالتالي بيكون عنده وفرة وكمان يعني كل الدول اللي بتحرص على استيراد المنتجات الزراعية المصرية بيحرصوا أنها تكون مطابقة للمواصفات وأعتقد المواصفات القياسية لأي منتج زراعي بيبقى عن طريق الأهم من كل ده هو الصوبة الزراعية عشان كده نرد تفاصيل في غاية الأهمية نعرفها حول هذه الصوبة الزراعية وإزاي نقدر نكسفها وأيضا بعض المعلومات المتعلقة بالصوب مع المهندس رمزي محمد علي قسم المتابعة بأزرعات المحمية براحب بيك بشبهان لاستحاية لحضرتك يا فندا أهلا وسهلا هناخدها كده من البداية خالص عايزين نعرف سيدة المشاهدين يعني إيه الصوبة الزراعية يا فندا هو الصوبة الزراعية أن أنا دلوقتي باجي على قبل ساحة من الأرض بحاول أغطيها بحيث أن أنا أمنع الظروف الخارجية اللي هي زي الحرارة الشديدة مثلا أو البرودة الشديدة أو أي عوامل الرياح أو أي عوامل حشرات أو مخلافه بحيث أن أنا حافظ على النبات في المكان ده وفي نفس الوقت أن أنا باستفاد من وحدة المساحة دي أن أنا بعلي الإنتاجية بتاعتها لأن النموة فيها نموه رأسي فبكسف فيها الزراعة وبيرفع حتى النبات لحوالي من 2 إلى 3 متر بيديني أعلى إنتاجية ممكنة ودي مش متوفرة في الزراعة العادية يعني عندي الفدان لو أنا عملته صوب حيديني حوالي من 6 إلى 7 أضعاف الفدان العادي ما شاء الله طبعا كلا ليه بيديني الفدان اللي في الصوبة الزراعية أكتر من الإنتاجية اللي موجودة في الفدان العادي أولا كسافة الزراعة لأن في الأرض العادية مثلا لو أنا حجرع نبات زي الخيار مثلا حجرع على حوالي 50 أو 60 سنطي بين النبات والتاني إنما أنا عندي في الصوبة حجرع على من 30 إلى 50 سنطي طب ليه الفرق ده إن أنا حضرتك بجيب خيط وبرفع عليه النبات وبالتالي النبات بيبقى وقفة النباتات بتبقى جنب بعضها وبيباين لها حتى أثناء الجامعة أو أثناء الخدمة أو الرش مثلا مجيد معين أو حاجة وده بنشوف وضع حتى في الخضار بشكل عام نعم نعم وبالتالي باستفاد من وحدة المساحة دي اللي أنا بكسب فيها الجراعة وبأخذ منها أعلى إنتاجية صحيح طبعا إذا كان في خيار فلفل بتنجان أي تماطم مثلا بتعلق الإنتاجية جامد عن أي يعني مثلا لو قلنا مثل الخيار المتر المربع في الخيار العادي ممكن يجيب لنا 3 كيلو أو 4 كيلو حاجة المتر المربع بيوصل يعني مثلا النبات الواحد بيديني اللي هو فيها 3 نباتات أو 4 نباتات في المتر بيديني في حدود من 6 كيلو لحد 10 كيلو للنبات الواحد ففيه فرق جامد بين إنتاجية النبات وإنتاجية الأرض المكشوفة صحيح طيب أنوال صوبة الزراعية باش باندس أنا عندي يعني صوبة أساسية اللي هي في الأساس كانت تتعملت اللي هي مقوسة كده نص دايرة اسمها صوبة سينجل الصوبة سينجل دي مساحتها يعني في حدود 360 متر هي إرات وشوية يعني الإرات 175 وهي 365 هي بتتميز الصوبة دي إنها بسيطة بسيطة في إنشاءها وبسيطة في خدمتها حتى يعني دي صوبة اللي هي الستاندر اللي هي بتبقى عرضها 9 أمطار في طول في طول 40 متر ودي صوبة مسلح يعني كان فيها قبل كده 60 بس لأقول 40 متر دا أحسن حاجة للتهوية ولكده وارتفاعها في حدود 3 متر ونص دي الصوبة دي يعني تعطبها صوبة مسالية وفي نفس الوقت تكلفة أرخص تكلفة لأن فيه أشكال تانية كتير لكن دي كبداية لو أنا حتى حنشق مشروع لي هبتدي بالصوبة اللي هي السينجل البسيطة دي بعد كده فيه أنواع تانية بتوصل لارتفاع حوالي 6 أو 7 متر كمان لكن دي محتاجة يعني صرف وهيكل حديث بوصفات معينة فهالتكلفة بتاعتها تبع عليها إنما لو أنا عايز أبتدي مشروعي مثلا مشروعي صغير بالتعي هبتدي بالصوبة البسيطة دي اللي هي الصوبة اللي هي 9 فاربعين كويس جدا أقل مقاس يعني في الصوبة أقل مقاس أقل من كده ممكن أقل من كده لو وحدة الأرض أو عندي الأرض نفسها أقل 30 متر مثلا بس يعني أنا لو أنا عندي الأرض مساحتي موجودة أنا ليه أهضر المساحة أزرع في المساحة اللي هي اللي هي اللي استندر طيب إيه الأمور اللي يجب اتباعها عند بداية عمل الصوبة بشمان أخد بالي من إيه أكتر حاجة يعني أعملها إيه في هذه الصوبة طيب أنا أول حاجة بختار المكان أول حاجة التربة المثالية للصوب هي التربة الخفيفة لأن أنا أثناء الرأي لو التربة تقيلة بتحتفظ بالمية بتعمل لي مشاكل بس برضو ده ما مش معناه أن أنا ما أزرعش في التربة تقيلة لا أزرع بس أخد بالي أوي على منذ صحيح حاجة تانية وأنا بعمل بختار الصوبة بأعمل حاجة اسمها مصادات رياح بزرع خط أو اتنين أو تلاتة كمان جزورين أو حاجة اسمها كينوكربس ونباتات رخيصة بحيث أنها تعمل لي مصاد للرياح بحيث أن الصوبة بلاسك ما يطرش منها وهكذا يعني صحيح طيب تكلفة الصوبة تحديداً بتبقى كاملة بشو أنت يعني في الوقت الحالي ممكن نولى عشرين خمسة وعشرين ألف للصوبة اللي هي السنجل البطيطة اللي هي السنجل اللي هي التسعة متر تسعة متر في طول أربعين دي صوبة بسيطة إمكانياتها برد بسيطة والحديد بتاعها اللي هو المتستخدم فيها فيه اتنين بوصة فيه واحد ونص بوصة ودي قوية يعني وحديد مجالفاً بتستحمل الرياح بتستحمل لا لا فعلاً بقوية وتستحمل فيه حاجات أضعف من كده لكن ما ننصحش بيها لأنها حتى بها عرضة للرياح يعني الرياح هتأثر عليها جامل في ظل التقالبات الجوية أعتقد برضو الصوبة بالحل الأمثل للزراعات يا فنم نعم دي حاجة مهمة حضرتك لأن دلوقتي فيه إن عندي الصوب دي أنا ممكن أركب لها مراوح مراوح تبريد من لها تبريد تبريد بسيط يعني هو مش غالي قوي دي لما باجي أزرع نباتات غالية سواء نباتات إنتاج خضار أو نباتات زينة مثلاً زي ما بيستخدمه الزينة بنتستخدم مراوح للتبريد وكذلك المشاتل التبريد ده الغرض منه إن أنا أبرد الصوبة لأن أشعة الشمسة لما بتخلش الصوبة بتحتفظ بالحرارة جوه الصوبة ما بتطلعش بالسهولة فدي ميزة من مميزات الصوبة لكن دي تنفعني في الشتاء لكن لو جو مثلاً حر ولا حاجة بعمل فتحات في الصوبة أو كده أو أركب مراوح المراوح دي برضو تكلفتها عالية شوية لكن بتعظم للعائد من المنتج نفسه طيب تكلفة الفدان ممكن تتراوح معي قدية مثلاً مش بعد أنا ممكن أعمل في الفدان الصوبة السينجل اللي إحنا قلنا 360 متر أنا ممكن أعمل سبع صوبة ليه؟ إن أنا بسيب فراغات بين الصوبة والتانية بسيب مساحات بين الصوبة واللي تقابلها الحاجات دي كلها حضرتك بتـ يعني إيه؟ لازم أحاعملها اللي هي خدمة يعني بدخل جرار يخدم الصوبة والحاجات دي ففي حدود سبع صوب هم العدد الأمثل للفدان دول طبعاً أنا هقول سبع صوبة يعني هنقول العدد مش كتير أو لكن الانتاجية أنا أنا اللي بغاء يعني اللي بشتغل عليه إن أنا أعالي الانتاجية بتاعة الصوبة أعلى أعلى ما يمكن طيب هل كل الزراعات تصلح فيها يعني الصوبة ولا في زراعات ما بتحتاجش صوبة زراعية أنا بأحتاج أنا بأزرع الحاجة اللي هي تجيب لي عائد يعني مثال حضرتك عندي الخيار عندي الفلفل فيه فلفل ألوان حضرتك فلفل نوع غالي عندي الطماطم برضو في أوقات معينة مش طول السنة لأنني أنا ممكن أزرعها بره يعني ساعتها أوفر أزرع فيها خيار أفضل مثلاً من الطماطم لو الجو بره متحسن هزرع الطماطم بره لكن عندي في أوقات معينة بتبقى فيها درجات برودة عالية ما بقدرش أنتج الطماطم بالكفاءة ما تنفع عن الصوت حضرتك الفصولية الفصولية التصدير دي حاجات وكل الحاجات اللي أنا قلت على حالها دي دي بتتصدر وبجيب فلوس كويسة يعني كمثالية في الإنتاج يعني في شكل السمرة وفي حجمها ومثالية في نوعية السمرة نفسها يعني لو تيجي فيها عوجاج ولا فيها مثلاً تشوهات أو حاجة لأن أنا بحافظ عليها من كل العوامل الخارجية ودي مش موجودة عندي في الحقل المفتوح يعني طيب لو تكلمنا عن خطوات وإعداد تجهيز الأرض اللي هتتعامل عليها الصوب هل في يعني حاجات معينة بتتعامل في الأرض دي قبل ما ندشن عليها الصوبة ولا لا أول حاجة بمسك الأرض بتاعتي أعمل لها تسوية دي في الزراعة بواجه عام يعني أي حاجة يعني أرض على زراعها أو هعملها عليها الصوب بممال لها تسوية التسوية دي بتفيد في إيه؟ بتفيد إن ما فيش حتة تتركم فيها الميا بعد ما جزرع وتعمل لي مشاكل بعد كده تبسوي الأرض وباجي أاخد اتجاه الشمال فين أعرفه وابتدي أعمل خطة الصوب بتاعتي أروس الصوب طبعاً ممكن الأرض تبقى جاية زي بورب شوية أو حاجة حيبتدي أثر الصوبة شوية يعني بدل ما مثلاً هي مفروض اللي 40 متر 17 قوس ممكن أخليها أطول قصين أو ثلاثة أو أقل مثلاً دي دي حسب طبيعة الأرض بقى إن اللي أصادم عشان ما تحكي يعني ما أقولش إن اللي 40 متر 40 متر لا ممكن تزيد أو تقل حسب المكان اللي أنا بزرع فيه بحيث إن أنا ما هتضرش مساحة من الأرض وبالتالي أول حاجة إن أنا بسطح الأرض بابتدي أعمل الهيكل الحديد بتاعي وأطيب البلاسك وبعمله شبكة وكده تبقى عندي الصوبة بقت جاهزة بعد كده فيه عمليات العمليات دي بتحصل في أي زراعة اللي هي عمليات الحرط الأول وبحرة الأرض وبعملها مصاطب المصاطب أنا بعمل في الصوبة التسع متر حوالي خمس مصاطب بسيب كده 60-70 سنط من الجنب ده ومن الجنب ده وبتدي أعمل خمس مصاطب في الصوبة الغرض منهم إن أنا دي متوسطنين في الصوبة بحيث إن النبات يوصل لأعلى الصوبة وبعمل حاجة يسمعها حوالي حامل المحصول ده اللي هو بعلق عليه الخيط بعد كده اللي هو بيطلع عليه النبات ده الغرض منه إن أنا دلوقتي بأخد أعلى انتاجية من وحدة المساحة دي فهو ده الغرض منه كويس جدا الانتاج أو العمر الانتاجي بتاع الصوبة الزراعية ممكن أخذ منها انتاج لحد كام سنة فهو دي توقيت آه يعني العمر الافتراضي للصوبة حوالي 20 سنة وهي بتقعد أكتر من كده لكن إحنا بنقول العمر إيه لكن هي بيجرع عليها أي مشاكل لمخزة بلاستيك بيتغير بلاستيك ده عمره بحدود من سنتين لتلاتة حسب السمك بتاعه يعني اللي هو بيعتراوح من 120 لـ 200 مايكرون مثلا أو 250 دي دي البلاستيك ده بيقعد لي من تلات سنين من سنتين تلاتة لحد أربعة بعد كده عندي في الحديد بتاعها ده ده بيقعد معايا بعمر عشرين سنة أقل لحد بيجيب ثمنه يعني حضرتك الصوبة بتجيب ثمنها وترق مربحة جدا يعني مش بتقعد وقت قليل فيه برضو تاني اللي هي الخراطيم والحاجات دي كل حاجة اللي هي عمر يعني فيه الخراطيم تقعد لها تلات سنين مثلا ليه بتسد من التسميد والمية وكده بيغيرها كل ثلاث سنين لكن كصوبة حديد هيكل بيقعد معايا عشرين سنة العمر الانتاجي بتاع المحصول في الصوبة أكبر ولا في الأرض الزراعية بياخد وقت أكتر في الصوبة أكبر ليه في الصوبة؟ إن أنا حضرتك أنا بمنع مشاكل بتحصل برا غصبا عني بمنعها من الصوبة زي إن الحشرات حضرتك برا الصوبة بتنتشر طبيعي دي فبتبتدي تعمل لي مشاكل الأرش مرة تانية فيبتدي المحصول يتضهور ولكن أنا عندي جوة الصوبة أول حاجة بتحكم في غير الحرارة بتحكم في دخول الحشرات نفسها بمنع دخول الحشرات نهاية بركب البلاستيك بتاعه بأفله كويس بركب حاجة اسمه شبك اسمه سيرام العيون بتاعته أو المسافات البينية بتاعته دقيقة جدا بحيث تمنع الحشرات وبالتالي أنا كده بمنع الحشرات اللي هي هتأزيلي النبات وبتطول وكذلك يطول في عمره واتستخدام الأسمدة اللي هي الموجودة بتخلي عمر النبات قدود ست شهور مثلا عندي في الصوبة أهم المحاصيل الزراعية اللي بدون نزرحها في الصوبة الزراعية في فصل الصيف يفضل في فصل الصيف أنا يعني في شهرين كده تملي ببعد عنهم شوية اللي هو شهر سبعة وثمانية اللي شدت الحرارة وبيخلوا الحرارة عندي عليها شوية في الصوبة لكن أنا برضو بستخدمها إزاي بغير البلاستيك وبركب سيرام اللي هو نوع من أنواع الشاش كده بستخدمه الفلفل بيبقى شغال تحت تحتيه الخيار برضو كذلك بقى شغال تحتيه وبينتج لكن أنا بستخدم الصوبة في الأساس عشان اللي هو إن أنا بزرع زرع مش موجود بره اللي هو زي الخيار الخيار في الشتاء الخيار والفلفل والبتنجان ما بيبقواش موجودين أساساً مفروض إنهم مش موجودين بره وإذا وجدوا وهم مزرعون بره بيبقوا صفاتهم مش جيدة إنما عندي في الصوبة بقواة صفات جيدة لتصدير يعني صفات تصديرية وبالتالي دي بتعظم معي الفلوس بتاعت الانتجية يعني بتخليه إن أنا يعني عندي قوة إن أنا أزرع في عائد العائد مربح مربح جامد يعني كويس جداً طيب فصل الشتاء برضو إيه المحاصيل اللي إحنا بنزرعها في الصوبة أنا عندي أهم محصول اللي هو بيعتبر الخيار بيعتبر فيه الفاصولية الفاصولية دي ممتازة جداً وسعرها بيبقى ممتاز عندي الفلفل الألوان الفلفل الألوان سعره غالي يعني سعره في الشتاء بيوصل لتلاتين واربين جنيه ده كمونتج غالي والفلفل الحريف والأخضر برضو سعرهم أقل قابس بمطلوبين في السوق وبالتالي سعرهم بيبقى عالي برضو أعلى من أي منتج تاني بيزرع بره تماماً كم محصول دول بيبقى أساسيين الطماطم برضو يعني ولو إنا ما بكلمش عن الطماطم بقول أن الطماطم بتزرع بره دلوقتي بره وبتقاوم يعني يعني بيطلع منها أصطف مقاومة لكن عندي لو زرعتها جوى الصوبة بتبقى انتاجيتها أعلى طبعاً والجودة أفضل طب يعني زراحة الصوبة أو عمل الصوبة بتصلح في كل أنواع الأراضي الزراعية الأراضي القديمة والأراضي الصحراوية والأراضي المستصلحة ولا في أنواع فقط من الأراضي اللي بتصلح فيها زراحة الصوبة كله حينفع لكن لو قلنا في الأفضل الأرض الخفيفة أفضل أرض ده الأراضي الجديدة يعني آه ليه عشان الأرض اللي هي الخفيفة المية بتتسرب منها فالرطوبة بتبقى ليه لها جوه الصوبة ودي مشكلة بالنسبة للصوبة إننا الرطوبة تبقى عالية لأن الرطوبة يعني أننا أمراض اللي هي الفطريات وبعمل بيئة مناسبة للحشرات إنها تحب تعيش جوه الصوبة اللي هي الرطب فالأرض اللي هي اللي بتبقى جافة اللي هي يعني خفيفة إننا لما بروي الراي بيستفاد من الراي وفي نفس الوقت الباقي بيتسرب في الأرض إنما الأرض التقيلة بتبقى فيه صعوبة شوية إن الأرض تصرف المية فبتبقى أكثر يعني مشكلة يعني بتعمل مشاكل الأرض لكن أنا بسيطرة بالمية برضو برضو نرع في الأرض الطينية السودة اللي هي الأرض القديمة يعني بس هي دي يعني ندر ومش بيفضل أو في الأرض الفطفيلية أو الأرض الطينية زي الأراضي الخفيفة الأرض الطفلية والأرض الطينية الأراضي هي تقيلة فحضرتك مسطح أول ما بروي المية بتقف على الأرض بتاخد فترة وبتعمل رطوبة في الصوبة فمتسبب لمشاكل بتعمل مشاكل لكن هي الأرض الخفيفة دي أفضل أرض طبعا الأرض اللي هي الرملية الخفيفة أو لو حتى فيها طفلة بس نسبة قليلة جدا يعني ما اللي هي ما تحتفظش أو بالمية وتعمل لي مشاكل ايه مشاكل الصواب تانية باشماندس اللي ممكن تواجهها يعني عندي مثلا لو قامت رياح شديدة ممكن تطهر البلاستيك مثلا أو تطهر الأجزاء من البلاستيك بس دي يعني احنا بنعتمد بقى على أن أنا بربط البلاستيك ده بعد ما أعمله بتأقل عليه في الرد الحاجات دي بس أخدم سمك في البلاستيك أكتر من الضعيف يعني أنا قلت بيبتدي من 120 لا أخليني في 180 ماكرون في 200 ماكرون فيبقى صعب أنه هو البلاستيك يطير أو يتقطع حاجة تانية أن الحرارة في الصيف بتبقى عالية على البلاستيك فبتدي برضو اللي يعني بتعامل أنا معه برش عليه مواد زي السيبيدات كده زي الجير كده يعني برش عليه بحيث أنه يعمل لي طبقة أنه يعكس لأشاعة الشمس هي طبقة بيضة يعني بيعمل لي طبقة بيضة بحيث يعكس لأشاعة الشمس من الصوبة اللي هي يعني بحاول أتصرف في حدود المتاح يعني حاول على قدر الإمكان أحافظ على الصوبة بتاعتها نعم عملية الصيانة للصوبة بتبقى يعني كل أديها فعند من أعمل الصيانة للصوبة بتاعتها أنا كل موسم لازم أعمل الصيانة زي يعني انتهى الموسم بشيل البلاستيك أو الصرام من عليه وابتدي حضرتك أحط عليه إيه بقى أتصرف في أن أنا أشوفه في الأسلاك حامل المحصول أشده تاني لو كان مرتاخي لأن الحامل المحصول ده بشد عليه النباتات بالخيط بيحصل له ارتخاء مع نهاية الموسم أباب صوبة في مشاكل ديناب في الصوبة السلك اللي هو بيبقى مجدود عليها اتقطع مثلا أو من رياح أو مشابه كل الحاجات دي بيعمل لها صيانة بس دي صيانة بسيطة بسيطة في الهيكل نفسه الهيكل نفسه معمر لكن الصيانة دي بتبقى بسيطة بحاجات معينة يعني طيب حاجات معينة زي ايه تاني برضو؟ حاجات معينة ما أنا قلت لحضرتك أن غير البلاستيك والشد والحاجات يعني الحديد مثلا إمتى أن أنا أحتاج أن أنا عمل صيانة للحديد بتاع دصوبة؟ مش قبل 15 سنة مثلا من قبل 15 سنة؟ مش قبل 15 سنة في لو أنا في الأرض بتاعتي نحن قلنا الأرض الخفيفة أفضل أرض لو أنا في أرض خفيفة مش هجر له حاجة لو أنا في أرض تقيلة هي يتأكل منه حديدة حتى يكون فيها أرض مية زيادة شوية بيبتدي الجزء إذا أتأكل أنا طبعا بعيني بقى الخبيرة أنا بشوف الحتة دي تأكلت ببتدي أخلعها أشيلها كده وركب جزء غيرها دي بتبقى صيانة بس دي بتبقى بعدين ما بتبقاش لأن الحديد ده مجالفا يعني عليه مادة عزل معامل بمادة المادة دي بتمنع الصدق بتاعه فبيقعد فترة طويلة جدا يعني مش بيصد على طول يعني طيب يعني دردول مش مهندس رغم من التكلفة الصوبة ولكن ده بيراعي معايا بيعوض ندف الانتاجية بتاعتي نعم انت قولت التكلفة الصوبة تقريبا 40 في 90 يعني في حد لا 4 في 99 ده 49 49 اه 49 دي حضرتك التكلفة على مدار العشرين سنة بتبقى بسيطة يعني يعني لا تذكر يعني لا تذكر لو هنقارنها بالعملية الانتاجية لا ما هو الانتاجية عالية اه بزبط ما ده هيعوض يعني تخيل حضرتك أنا بنتج مثلا في الموسم الصوبة بتجيبلك 5-6 طن خيار ده قال لحاجة ده في عطرتك بيبصل ده الفدان للصوبة الصوبة الوحدة لا ده الفدان ما بيجيبش انتاج صوبة يعني الفدان حضرتك ممكن ما يجيبش انتاج صوبة لان الفدان بتحصل له مشاكل كتير ورياح وامراج وكده انما انا بقى لك من التانية متحافظة عليها فبجيبلي انتاجية عالية وكذلك الفلفل الالوان الفلفل الالوان كده كده ما ينفعش الزرع بره لانه مش حينفع مش حينفع الزرع لازم يزيرها في الصوب عشان يدي شكل مثالي وإنتاجية عالية فالحاجات دي والله بتأثر يعني في نوعية السمرة نفسها وفي جودتها وبالتالي في أنه يبقى عندي فرصة أنه أصدر والعملة صعبة طبعا وزي ما حاجة ذكرت مشكوراً وقلت أن الفدان ممكن أن أسمه لسبع صوب صحي كده ده أقل أقل عدد صوب للفدان أهم السبع سبع صوب ومعدل كم متر كده الصوبة 360 متر اللي هي السبع اللي احنا قلنا 9 فاربعين طيب إيه النصيحة التي تحب توجيها لكل المزرعين اللي هما بيعتمدوا على الصوب في الزراعة وتحب تقول لهم إيه يأخذوا بالهم من إيه أكثر الأخطاء اللي بيقعوا فيها مثلاً تنبهم عليها فضلي يعني مثال اللي هو لازم أزرع في المعاد المناسب يعني فيه ناس بتزرع بس بتزرع متأخر عن معاد الزراعة فده بيأثر بيقلل شوية من الانتاجية بتاعت يعني مثال زي الفلفل الفلفل ده أنا بابتدي مثلاً من شهر تمانية أبتدي أزرع الفلفل لو اتأخرت شوية عن كده بيبتدي إنتاجيته تقل معايا أو تتأخر فابتدي أفئد السوق اللي أنا أعمل حسابي فيه إنه هو هيديني سوق تصديري أو يديني في الشتاة مثلاً وكده فدي معاد الزراعة ده حاجة مهمة جداً الاهتمام بعمليات التسميد نفسها لأن التسميد مهم لأن أنا لما أعملت العملات السمادية وأرعيها بطريقة جدية آه بتأثر لي برضو عن الانتاجية تالت حاجة الرش بقى اللي أنا لو لقيت عندي فيه رش اسمه رش وخائي آه زي كبريت زراعي حاجات كده يعني بالعربي مش مؤثرة قوي لأمراض يعني بجيبش ملهش يعني توابع في الأمراض والحاجات فحاجة زي كبريت زراعي الحاجات دي بتستخدم بطريقة بحيث أن أنا بعمل وخاية للنباتات بتاعتي أن أنا ما استخدمش مبيدات غالية حتى يعني كتكلفة غالية وبتعمل لي مشاكل حتى مشاكل صحية فدي بتعتبر الحاجات أهم الحاجات اللي أنا ممكن أخد بالي منها لما باجي أعمل الصوبة هذه يعني اللي هي التسميد الرش الزراعة في المعاد المناسبة طمعا الناس اللي هي عندها النية كده عايزة يعني تعمل صوبة تنصحهم تقول لهم إيه ياخدوا بالهم إيه في البداية كده وأنا راح أعمل الصوبة بتاعتي تنصحهم إيه بالعمليات اللي هي أنا ممكن يعني نمارسها طوال فترة عملهم بالصوب يعني مبدئيا أنا لو حبتدي الحد يعتبر زي الحد الأدنى لعمل صوب اللي هو عشر صوب عشر صوب دول حيبقوا يعني على فدانو شوية كده دول حيبقوا كإنتاجية مقبولة وفي نفس الوقت يعني وحدة هتجيب لي إنتاج حعر في سواء دي حاجة حاجة تانية أنا ممكن لما جزرع ما زرعش كله في وقت واحد أحاول أفرق بين صوبة وصوبة بأسبوع أو عشر تيام في الزراعة بحيث أن أنا يبقى عندي تغطية إنتاجية لأطول فترة ممكنة يعني مع أول صوبة مع آخر صوبة هتفرق شوية شهر وشوية مثلا يبقى أنا كده إيه خدت السعر بتاع معظم الوقت اللي هو لو لو عندي سعر منخفض في سلع يعني أولي يكن الخيار مثلا يبقى أنا مسكت الخيار الموسم بتاعه من أوله لآخره وحتى لو خسرت في جزء منه في سعر لا فيه جزء تاني هيدينا ربحية فدي من الحاجات المهمة أن أنا أزرع يعني أطول وقت زرعه ويبتدي بعدد في حدود العشر صوب العشر صوبة دول هيبقوا مربحين لي وحيقدروا يعني يغطوا تكاليفي لأنه بعمل سمادات وبعمل سمادة وبجيب لها مطر رش ولبلا كذا فتبقى الوحدة دي العشر صوبة دول يعني إلى حد ما ومضاعفاتها بس أنا أقول كبداية يعني أن أنا برضو أحاول أعمل المشتل بتاعي في قلب الصوبة بتاعتي يعني أستغل لي كده صوبة من الصوبة بتاعتي أن أنا أعمل في المشتل اللي أنا أحزرع فيه لأن حضرتك أن البزور بتبقى غالية جدا فماينفعش أزرعها كده في الأرض على طول لازم أعمل لها مشتل المشتل ده لو عملت أنا عندي وكلفته هيبقى أنا كده بس بحاول أنتج الشتلة اللي أنا هزرعها ودي برضو هيبقى لها مردودة عندي في كتكلفة ففيه دي من ضمن الحاجات يعني اللي هي تبقى توفر علي في الفلوس وفي نفس الوقت تبقى لها مردود وعائد كويس والله يا شمال نتمنى رب كل التوفيق معلومات حضرتك يعني أعتقد إضافة كبيرة جدا لمزاريع الصوب نتمنى يا رب أن يكون فيه توسع أكبر فيه تدشين كيميات كبيرة جدا من الصوب كون الإنتاجية بتاعتها الحياة يعني أضعاف أضعاف ما ينتجه الفدان لعدي مزيد من التوفيق وإن شاء الله بإذن الرحمن يعني نجني سمار كل هذه المشروعات سواء في تدشين الدولة عن طريق الصوب الزراعية أو حتى المشروعات اللي بيقوم بها أخوانا الفلاحين والمزارعين لدعم قطاع الزراع والحصول على أفضل إنتاجية ممكنة من الحصولات الزراعية المختلفة نورتين يا فهد بشفحة جدا مش مهندس شكرا لحضرتك المهندس رمز محمد علي قسم المتابعة بزراعات المحمية شكرا لك شكرا أيضا بشكر حضرتكم مشاهد كرام لحسن المتابعة إن شاء الله غدا اللقاء تجدد معاكم النهار جديد تحيات فار العمل وتحيات عاصم الشندويلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته